اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حوالينا حتى في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيسعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا ايضا الانضمام الى دورة دراسية او تعليم لغة جديدة او الانضمام الى عضوية نادي طبعا احنا الان في فترة خلوه المسار وراح تستمر لغاية الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني احنا الان منبث الحلقة هاي الساعة اربعة بتوقيت جرينيج يعني بمعنى اخر انه ضايل ثلاث ساعات وثلث وبينتهي خلوه المسار وفترة خلوه المسار يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار بينتهي خلوه المسار حكينا على الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج واول زاوية رح تتشكل بعد خلوه المسار رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وعطارد رح تكون هاي في تمام الساعة 11 واربع دقائق مساء بتوقيت جرينيج يعني بعض الاشخاص يشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وتجعلهم مزاجي طبع اما خلال النهار ما فيه اي زاوية رح تتشكل مع القمر ولا مع غيره فيه زاوية هي منسميها احنا زاوية متصلة وزاوية منفصلة فعشان هيك كل التأثيرات بتكون من الاتصالات الزاوية الثانية فيه زاوية رح تتشكل طبعا هي في نهار اليوم ولكن هاي زاوية رح تكون بعد حلقة للغد يعني فعشان هيك ما رح نحكي عنها اللي هي زاوية تربيع بين القمر والشمس وبما ان القمر موجود في الجوزاء فخلو المسار القادم رح يكون يوم اربعة ثلاثة في تمام الساعة ثنتين وتسعتاشر دقيقة صباحا ورح يستمر حتى اربعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة صباحا يعني ما يقارب الساعتين وخمس دقائق وبعدها القمر بيكون انتقل للسرطان اما بالنسبة لعمر القمر القمر اتمال المربع ثمان ايام في تمام الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بصير عمره تسع ايام وبكرة رح تكون نسبة الاضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال الفترة القادمة الشمس في برج الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج سعيد القمر في الجوزاء حتى أربعة ثلاثة المزاج سعيد عطارد في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة ثلاثة وبعدين بينتقل للدلو تراجعا مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمس ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة المزاج سعيد بيتراجع في أربعة عشر خمسة زحل في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتوف الجدي حتى 25 أربع وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومي برج الحمل ابتنشطوا في السفر والاتصالات فاوض بالثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن تجنب الكلام اللاذع رح تشعر اليوم أنك أنت مضغوط عندك بعض الاضطرابات العصبية مزاجك مش مرتاح ممكن تشعر ببعض التوعكات الصحية حاول أنك أنت تطلع من الجو اللي أنت فيه في فرصة لمكاسب مالية بتيجي عن طريق عمل إضافي أو هدية حاول أنك تنتبه أثناء تناقلاتك واتصالاتك من العصبية والتهور وإذا عندك امتحان انتبه بشكل جيد عندك اهتمامات عاطفية ونوع من الاتصال بالحبيب ورح يكون اتصال مثمر ولكن حاول أنك ما تستفز والثور عصبيتك عندك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة وبعض التراخي في العمل ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوعكات أو بعض التقصير في إنجاز أعمالك رح يكون في تفاهم ما بينك وبين الشريك في المال وفي العاطفي وممكن طرح فكرة أو مشروع معين ويكون لصالحك حاول تقلل من مصاريفك وحافظ على ممتلكاتك من الضياع أو السرقة رح تنشطه بالتنقلات والاتصالات وخاصة لبعيده واللي منكم على سفر رح ينجح بسفره واللي عنده امتحان رح يقدم بشكل جيد جدا حاول ما دوم بأي عمل يشوه سمعتك خلال الفترة هاي الأمور ضاغطة حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك وما تدخل بمواجهات مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل وما تخالف القوانين وما تقوم بالأعمال المشبوهة إن حصل وإنك زالت من صديق حاول إنك ما تثور ثورة عارمة أثناء النقاش معاه حاول تتجنب كل الصعوبات اللي ممكن تنهي علاقة ما بينك وبين صديقك انتبه لصحتك وإنجز الأعمال المطلوبة منك وأخلد للراحة برج الثور تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم تتجنب والنفقات تهتم لأوضاعك المالية وبتخذ تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبرتك وحاول إنك تطلع من الضغط النفسي والعصبي اليوم مزاجك مش طبيعي فيه إشي منكد عليك أو ضغطك حاول تطلع من الضغط النفسي عندك كثير من التحركات اليوم والنشاط ولكن حاول إنك ما تغامر وما تجازف أثناء القيادة ممكن يصير عندك أعطال إما في سيارتك أو في أجهزتك للاتصالات ممكن اليوم اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي يحصلوا على أموال من عمل إضافي أو تعويض أو هدية فيه اهتمام بقضية مزعجة بتخص أحد الإخوة أو أحد الجيران فيه بعض الاهتمام على مستوى البيت رح يكون بشكل جيد ورح يسود نوع من أنواع التفاهم والوئام ممكن تهتموا في موضوع العلاقة بالسكن أو بالعقار أمورك العاطفية جياشي وفيه عندك اهتمام بالحبيب وفيه نوع من أنواع الحظوظة بتدعمك لكن راقب وضعك الصحي وراقب تقصيرك في العمل ولا تحتد مع شريكك في العمل والعاطفة ممكن اليوم تحصل على أموال لها علاقة بشراكة أو تعويض أو هدية وممكن تسترد بعض الأموال اللي بتعود لك اللي بيكون منك على سفر أو عنده امتحان أو عنده قضية قضائية رح ينجز إنجاز رائع احذر من المغامرات والطيش وما تجازف بسمعتك من أي عمل مشبوه لقاء ودي مع أصدقاء وممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة راقب وضعك الصحي وانجز الأعمال المطلوبة منك وأخلط للراحة برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات ولكن وزاجك اليوم متعكر عندك نوع من أنواع العصبية أو الخوف أو الإهمال الشخصي اللي بيشتغلوا في الأعمال الإضافية ممكن اليوم يحصلوا على مال وممكن تجيك هدية في منكم رح يكون عنده تنقلات كثيرة واتصالات وممكن سفر قصير أو امتحان رح ينجزوا إنجازات رائعة رح يكون فيه اهتمام بأخ أو بأب أو بأحد أفراد المنزل بقضية معينة فيه اهتمامات بيتية فيه نوع من أنواع التوتر في العلاقة ما بينك وبين الحبيب حاول إنك ما تجازف وما تعصب عشان ما تكبر المشاكل فيه نوع من أنواع الاهتمام بصحتك أو بعملك وفيه منك رح ينمدح في مكان عمله فيه إنجاز على مستوى الشراك المالية والعاطفية ممكن يكون فيه نوع من أنواع التطور في المرحلة القادمة أو تطور علاقة لمرحلة الارتباط مال يجيكه من تعويض أو شراكة واهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية اللي عنده امتحان أو سفر أو مقابلة يحاول إنه يستعد بشكل جيد هذا النهار حاول إنك ما تجازف بأي مخالفة قانونية ممكن إنها تشوه سمعتك لا تتواجه مع رجال القانون ولا مع زملائك في العمل ولا رؤسائك بالعمل فيه منك ممكن يغضب من تصرف بنتج من أحد أصدقائه فبثورة ثورة عارمة حاول تمسك أعصابك ما في داعي للانفعال راقب وضعك الصحي وإنجز الأعمال المطلوبة منك وما ترهق نفسك وأحاول إنك ترتاح من وقت لآخر برج السرطان بينال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثيرا إلى غذائكم وراحتكم وحاول تنتبه لا عصبيتك ولا راحتك النفسية وتطلع من الضغط النفسي اللي أنت بتعاني منه في منك رح يحصل على أموال من عمل إضافي أو عن طريق معاملة بنكية أقللوا من المصاريف في بعضك عنده اليوم تنقلات واتصالات يحاول ينتبه ما يعتمد على الحظ ما في داعي للمغامرة والمخاطرة في اهتمام على مستوى أحد أفراد العائلة أو بأخ أو بجار حاول إنك مات ثور عصبيتك أثناء تعامل معهم في اهتمام على مستوى البيت ممكن شيء له علاقة بالترميم أو بالتصليحات أو المشتريات الضرورية يعني اهتمامات منزلية في نوع من أنواع الاهتمام بالحبيب أو لقاء ولكن بدك تدير بالك من العصبية أثناء التعامل معه ومن الحسسية أو العصبية وردات الفعل انتبه لعملك ولصحتك حاول تنجز الأعمال المطلوب منك بدون تكاسل وأضبط أعصابك أثناء التعامل مع الشركاء المال والعاطفة أقلل من مصاريفك وحافظ على ممتلكاتك من الضياع أو السرقة اللي عنده سفر بعيد أو امتحان أو مناقشة اليوم رح ينجز إنجازات رائعة في اهتمامات بمسائل إلها علاقة بالسفر حاول ما تدخل بمواجهات قانونية أو مخالفات قانونية أو أي شيء بشوه السمعة فترى حرج أثناء تعاملك مع الأصدقاء احذر من العصبية فممكن تخسر صديق بسبب كلمة مرجع وبحكي لك انجز الأعمال المطلوب منك وخليك مراقب لأمورك وراقب غذائك وراحتك واخلد للراحة مرج الأسد ابتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد أو الدعم شوي اليوم مزاجك صعب عندك نوع من العصبي وردات الفعل ونوع من الإهمال في شخصيتك أو نفسيتك حاول تطلع من الضغط النفسي اللي بيعملوا على مستوى الأعمال الإضافية اليوم عندهم إنجازات ممكن يحصلوا من خلالها على بعض المال أو ممكن تحصل على هدية أثناء تنقلاتك وسفرياتك أو امتحاناتك أو مقابلاتك حاول إنك ما تكون عصبي ولا تعتمد على الحظ لازم تكون مستعد لقاء بجمعك بأحد أفراد العائلة واهتمامات منزلية حاول إنك ما تعصب والثور من الحبيب ولا تدخل بمواجهات حد معاه وامسك عصابك الفترة هاي ضاغطة حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك حتى ولو كثرت واهتم بصحتك في نوع من الاهتمام بشريك المال أو العاطفة بيكون له صدى جيد احذر على أموالك ومقتنياتك من الضياع أو السرقة قلل من مصاريفك قدر الإمكان اللي عنده سفر أو امتحان أو تنقلات اليوم فترة إيجابية خصوصا الامتحانات الجامعية والسفر البعيد احذر من تشويه سمعتك بأي مخالفة قانونية أو مواجهة مع القانون أو أي شيء بيشويه السمعة اللقاء بيجمعك في بعض الأشخاص وممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة اهتم لا في صحتك وانجز الأعمال المكرلة إلك الضرورية وأخلط للراحة برج العذراء حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ الضغط النفسي اليوم بنال منك عندك نوع من أنواع الحدية نوع من أنواع التوتر الضغط النفسي الإهمال النفسي حاول أنك تطلع من هذا الوضع وشحن نفسك بالطاقة الإيجابية اللي بيعملوا في مجال الأعمال الإضافية ممكن اليوم يحصلوا على مال أو على هدية أما بالنسبة لتنقلاتك وسفرك خلال هذا النهار فهي إيجابية حتى امتحاناتك إيجابية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك اهتمامات بيتية ومنزلية أو بشؤون عائلية احذر أثناء التعامل مع الحبيب ومن الحبيب من الغضب أو الفشل في علاقة ما ممكن انتهاء علاقة رح تهتم بصحتك اليوم وبعملك راقب وضعك الصحي في بعض المشاكل على مستوى الشراك المالية والعاطفية احذر من تفاقمها حافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع أو فقدانها وما تكفى الحدا ولا الدائن حدا فلوس اللي عنده سفر أو امتحان أو اتصالات رح ينجح نجاح باهر حافظ على سمعتك وإنجازاتك ولا تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل احذر من الانفعال وتشويه السمعة ومخالفة القوانين ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أصدقاء راقب وضعك الصحي وإنجز الأعمال المطلوب منك المهمة وحاول تخلد للراحة برج الميزان من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد جيدا هذه فترة حافلة بالنشاطات وممكن تعاني اليوم من ضغط نفسي أو عصبي حاول ما تترك نفسيتك تتأثره من بانفعالاتك اللي بيعملوا على مستوى الأعمال الإضافية ممكن اليوم يحصلوا على مال أو هدية أو دعم أثناء تنقلاتك بدك تحذر من التنقلات والسفر والامتحانات والمقابلات ولازم تستعد بشكل جيد في نوع من أنواع المواجهة مع أحد أفراد العائلة أو معجار في أمور صعبة على مستوى البيت تطلب منك الاهتمام فيها ما تهم الأمر عائلي مهما كان صغير بعض الأعطال المنزلية العلاقة العاطفية يشوبها نوع من أنواع التوتر حاذر من تفاقم الأمور والعصبية راقب وضعك الصحي وإنجاز الكثير من أعمالك المتراكمة لا تترك توتر يأثر على شراكتك المالية والعاطفية وحافظ على مقتنياتك من الصرقة والضياع ولا تكفل أحد ولا تضمن أحد بهذه الفترة ورح تنشطوه بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات الجامعية ورح تكون بشكل جيد حافظوا على سمعتك من التشويه أو أي أعمال ممكن أنها تضر بسمعتكم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء صداقة ولكن احذر من الحساسية والعصبية انجزوا الأعمال المطلوبة منكم المهمة واخلدوا للراحة راقبوا غذائك وصحتك برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة لا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك توتر نفسي وعصبي وإضطراب وخوف حاذر من إنها تتفاقم الأمور النفسية عندك كثير من المطالبات المالية والضغط المالي والمصاريف اللي عنده سفر أو امتحان أو مناقشة أو تنقلات يستعد بشكل جيدا وما في داعي للتهور والمغامرة اهتمام بأمر عائلي أو شؤون بيتية راح تلفت انتباهك خلال هذا النهار توتر عن المستوى العاطفي والعلاقة العاطفية ما يطلب منك الهدوء وعدم الانفعال راقب وضعك الصحي وإنجاز الأعمال الموكلة إلك لا تتغيب ولا تتأخر عن عملك ممكن اليوم تطرح مشروع أو فكرة لها علاقة بتطوير علاقة أو مشروع من مرحلة إلى مرحلة أكبر فترة جيدة على مستوى الشراك المالي والعاطفي ممكن يجيكم مال عن طريق شراكي أو تعويض ولكن حافظوا عليه من الضياع أو المصاريف الزائدة اللي بيهتموا بالسفر أو الامتحانات اليوم إيجابي جدا في كل قضايا السفر والامتحانات الجامعية حافظ على سمعتك من التشويه أو المخالفات القانونية أو المجازفات ما تدخل في أعمال مشبوهة ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسب ولكن حاذر من تقلب مزاجك وإنفعالك حاول تراقب وضعك الصحي وإنجز الأعمال المطلوب منك فترة ضاغطة شوي برج القوس بوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل أو العاطفي هذه فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات راقب نفسيتك والضغط العصبي والتوترات لأن نفسيتك هي اللي مأثرة على كثير من الأعطال اللي بتمر فيها خلال هذا النهار بعض الاهتمامات المادية والمالية بتسيطر عليك خلال هذا النهار ممكن تزداد النفقات أو المصاريف أو المطالبات المالية اللي بيعملوا في مجال العمل الإضافي ممكن يحصلوا على مال وممكن تحصلوا على هدية احذروا أثناء التنقلات بسياراتكم من المغامرات خوفا من الحوادث واللي عنده امتحان أو مقابلة يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظ عندك بعض الاهتمامات المنزلية والعائلية توتر على المستوى العاطفي بيوصل لأمر تبتل الفراق أو انقطاع العلاقة دير بالك من عصبيتك احذر من التأخير أو التأخر عن عملك أو الإهمال بالعمل ومن بعض التوعوكات الصحية إن استدعى الأمر فاجع طبيبك في بعض الأمور لإلها علاقة بالشراكة رح تكون جيدة خلال هذا النهار وممكن تطرح فكرة معينة فتلاقي نوع من الأنواع الاستحسان حافظ على مقتنياتك من الضياع والسرقة والمصاريف الزائدة ممكن يجيك مال عن طريق شراكة أو تعويض اللي عنده سفر أو امتحان أو اتصالات خارجية رح تكون جيدة وبتحقق من خلالها كثير من النتائج حافظ على سمعتك من التشويه حافظ على نفسك من مخالفة القوانين أو الأعمال المشبوهة ممكن توجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة ويكون لقاء مفيد ومهم انتبه لدعم نفسك صحيا ومعنويا إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا إلى صحتكم حاذر من تراجع صحي ضغط نفسي وعصبي وتوتر منوع من القلق حاول إنك ما تهمل وضعك النفسي والشخصي ممكن تحصل عمال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهدية راقب نفسك أثناء القيادة والاتصالات من التهور والعصبية احذر أثناء القيادة ولا تعتمد على الحضوظ لا في امتحان ولا في مقابلة ممكن اليوم يكون فيه اللقاء مع أخ أو اتصال مع أخ ويكون حاد شوي اهتمام عاطفي اهتمام على مستوى المنزل والأمور العائلية تستدعي اهتمامك بشكل طارق ممكن أعطال المنزلية لقاءة عاطفية أو اتصال عاطفي حميمي عالي جدا دعم حظ حاول إنك تنجز الأعمال الموكة للأيلة دون تأجيل أو تراخي راقب وضعك الصحي اهتمام على مستوى الشراك المالي والعاطفي ليستدعي انتباهك وبيطلب منك حلول أو مبررات حافظ على مقتنياتك من السرقة والضياع وقلل من مصاريفك اهتمامات بالسفر والامتحانات والتنقلات واللي عنده مقابلة عمل راح تكون جيدة للعمل كلها خلال هذا النهر واللي عنده سفر راح ينجح واللي عنده اهتمامات بالسفر راح ينجح حافظ على سمعتك من التشويه ما في داعي للمغامرة أو المخاطرة ولا تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل ممكن تزعل من تصرف بعض الأصدقاء وتعاتبه أو تواجهه حاول ما تخلي الأمور تتفاقم عشان ما يصير في قطيعة تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وتهتم بنفسك ووضعك الصحي بشكل إيجابي برج الدلو ما راح يتخلى الحظ عنك عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ولكن بدك تراقب وضعك نفسي وما تخلي العصبية تسيطر عليك ممكن تحصل على مال من عمل إضافي أو تعويض أو هدية ولا تتهور أثناء تنقلاتك واتصالاتك بالعصبية والمغامرة والطيش احذر من الحوادث اهتمامات على مستوى البيت عالي حظ عاطفي خلال هذا النهار ولكن احذر من عصبيتك أن تخرب الموضوع تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكللة إلك وراقب وضعك الصحي اهتمامات على مستوى الشراكي ووضع حلول أو مصالحات حافظ على مقتنياتك من الضياع أو السرقة وراقب مصاريفك اهتمام بالسفر أو بالتنقلات أو بالامتحانات أو بالمقابلات راح تكون جميعها جيدة حاول ما تشوه سمعتك بالمجازف ومخالفة القوانين وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة من جزء الأعمال المطلوب منك وأخلد للراحة برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم إشي أنك ما تتهرب من المسئوليات وإن كثرت نظم وقتك جيداً كي تتفادى أي تقصير وشخصيتك اليوم بتكون شوي مثل الأمس فيها نوع من الضغط النفسي والعصبي حاول أنك تطلع من هذا الوضع بشحن نفسك بالطاقة الإيجابية فيه اليوم راح يكون فيه مجال للأرباح راح تيجي من عمل إضافي ولكن بدك تتجنب المصريف الزائدي ممكن تجيكوا هدي فيه عندكو كثير من التنقلات والاتصالات الناجحة راح تفاوض وتقنع اللي حواليك بوجهة نظرك بشكل جيد واللي عنده امتحان راح ينجز إنجاز جيد راح يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام بأب أو أخ أو جار وممكن يكون فيه عندكو بعض المشتريات أو الالتزامات المنزلية خلال هذا النهار راح تكون بشكل إيجابي ووضع البيت تقريباً جيد فيه نوع من أنواع الاهتمام بالحبيب أو الاتصال أو نوع من الترفيه مع الحبيب أو التواصل معه راح يكون فيه لقاءات ممتعة خلال هذا النهار راح تنجز كثير من أعمالكو خلال هذا النهار وراح يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام بالصحة أما بالنسبة للشراكي فأنا شايف الشراكي المالي والعاطفي فيه أوجهة واليوم فيه نوع من أنواع التفاهم مع الشركاء ومحاولة إنجاز كثير من الأمور أو تطوير أعمالكم ممكن تحصل على مال بعود لك من شراكي أو تعويض وممكن تحصل على هدية أو على هبا أو نوع من أنواع الدعم المادي اللي بيفكر بالسفر اليوم أو عنده اتصالات خارجية أو امتحان راح يدم الأمور بشكل جيد جدا والحظ راح يكون حليفه حاول إنك ما تنفعل وما تخالف القوانين وما تدخل في أي شيء مشبوه وحاول تتواصل بشكل جيد مع زملائك في العمل ورؤسائك في العمل وإنجز الأعمال المطلوبة منك ممكن اليوم تنصدم في صديق أو في بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم حاول إنك تمسك عصبيتك وما تنفعل وما تثور عصبيتك اليوم ممكن تكون في أوجه احذر من التراخي في الأعمال ولا تخلي الأعمال تتراكم عندك وانتبه من فترة لأخرى في وضعك الصحي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء